في الوقت قبل رمضان ببدة حتى يمكن ان احنا نفتح الباب لمشاركة اكبر عدد من العاملين في صناعة السلع الغذائية وكذلك التجار في هذا المقام بيشارك في هذا المعرض بالدعاون ما بين وزار التموين والتجارة الداخلية والغرف التحادل العامل للغرف التجارية والشركة القبضة للصناعات الغذائية واكثر من 200 صانع ومشارك في انتاج السلع الغذائية زي ما احنا عارفين ان المعرض ببقى في معرض رئيسي في ارض المعارض في القاهرة وفي معارض كذلك في كافة انحاء المحافظات الجزء الرئيسي هيبتدي من يوم عشرة ليوم 13 وان شاء الله نعمل لمده ليوم 16 ان شاء الله عشرة مايو رمضان خير ان شاء الله 17 انت عايز نبين من دلوقتي لا عشرة مايو بس برضو ناخده في الاخبار عشرة مايو الى 13 و بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة ان شاء الله نمده ليوم 16 في باقي المحافظات هنبتدي برضو من يوم عشرة مايو ولكن في بعض المحافظات بتبتدي قبل كده ولكن اتمنى اذا كنا نقدر الجميع نبدأ معا في عشرة مايو والمحافظات بتمد كذلك اسناء رمضان كله انتبع القبول والكميات المعروض العام الماضي حضرتك كنتم معانا وكنا سعداء وتم الحق يقال اتدفع بكميات ليست بالقليلة في المعرض وتم ضبط موضوع الامدال والتموين واللوجيسيات في هذا المكان واعتقل الجميع يستطيع ان يشهد ان ما حصلش نقص في سلع معينة اسناء المعرض وذلك نتيجة التخطيط والتنفيذ الجيد وان شاء الله نعاهدكم هذا العام على ان يكون افضل من العام الماضي بالاضافة لهذا المعرض الشركة القبضة للصناعات الغذائية بتعد كذلك منذ الان لتوفير كافة السلع الاساسية وبكميات اكثر مما عرضناه في العام الماضي وعلى سبيل المثال الحصر بالنسبة للحوم التزجع مخضرين حوالي 12000 دبيح السنة اللي فات كان عشر تلاف بالنسبة للحوم المجمدة حوالي 2600 طن السنة اللي فات كنا دفعنا بحوالي 2300 طن بالنسبة للدواجن 7500 طن والسنة اللي فات كنا وصلنا ل6800 بالنسبة للأسماك 128 طن السنة اللي فات دفعنا ب116 طن وكذلك سواء بالنسبة ليميش رمضان او البخوليات او المكارونة او السكر السكر ب66000 طن السنة اللي فات دفعنا ب60000 طن بالنسبة للمثال الطبيعي والمثال الصناعي وبالنسبة للزبدة وبالنسبة للطعام السنة اللي مجاهزين 935000 كارتونة السنة اللي فات كانت 840000 كارتون وكذلك العصائر والمعلبات بالاضافة لكده هنعمل او الشركة القبضة هتعمل ما نسميه شنطة رمضان هنعمل شنطة بحوالي 80 جنيه فيها كافة السلع الاسسية وهنعمل شنطة تانية مميزة فيها سلع اكتر ب110 جنيه وهتتعمل باعداد ليست قليلة كما هو دامي رمضان 150 ألف شنطة ده غير اتفاقنا مع وزارة الأوقاف وبالتالي هناك استعداد جاد جدا وهناك تعاون عميق وجيد ما بين الاتحاد العام للغرف التجارية وكذلك كافة الجهات المصنعة وان شاء الله هذا المؤتمر لمجرد نعلن عن بدء العمل والتعاون في معرض سوبر ماركت اهل الرمضان وان شاء الله الاسبوع القادم هنعمل اجتماع في الوزارة يحضره كافة المشاركين وممثلي الصناعة وممثلي الغرف التجارية في كافة المحافظات وحتى الان تم وضع الخريطة بكل الاماكن واحتحتها سواء على مستوى المحافظة او على مستوى المعرض الرئيسي انا برحب بكم جميعا والتاني ببارك الشعب المصري على ما قام به ونبارك جميعا فخامد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشكركم على حضركم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته